الكلام ده بنسمعه كل يوم في الشركات وفي المصانع وفي المؤسسات احنا كلنا شغالين وكلنا عاملين اللي علينا والناس اللي عندي مجتهدين جدا وشغالين وبيصهروا كمان في الشغل علشان يحلوا مشاكل الشغل لكن للأسف المشاكل بتقرر تاني نفس المشاكل اللي احنا عايشين فيها من سنين هي اللي احنا عايشين فيها دلوقتي هي نفسها اللي بتقرر في المستقبل طب ليه ده بيحصل؟ وازاي نمنع انه يحصل؟ ازاي نقدر نساعدك ونساعدك ان انت تحلي مشاكل في الشغل او تحلي مشاكل في الشغل وتساعد في ان المشاكل دي ما تتقررش تاني في المستقبل او على الاقل تقلل نسبة التكرارية بتاعتها المشاكل موجودة في اي بيزنس في اي نوع من انواع البيزنس لازم هتلاقي المشاكل وموجودة كمان في جميع مناحي البيزنس سواء انا بحل مشاكل افراد بحل مشاكل عمليات بحل مشاكل لانظمة العمل بحل مشاكل لمنتجات ايوب واخطاء في خدمات كل المشاكل دي موجودة في اي نوع من انواع البيزنس هو الخبر اللي انا عايز اقول لك ان ما فيش بيزنس هتروح تشتغل فيه مش هيكون فيه مشاكل طيب هل وجود مشاكل ده دي حاجة عيب يعني حاجة غير مشرفة لا هو اي شغل انت هتشتغله اي طبيعة شغل هتشتغلها جوه نفس المؤسسة او في اي نوع من انواع المؤسسات انت لازم هتلاقي مشاكل ولازم هتكون مطالب كل يوم ان انت تحل المشاكل دي بجميع انواعها اذا وجود المشكلة في حد ذاته مش عيب ومش غلط المشكلة عايزاك تبصلها او عايزاك تبصلها على انها فرصة للتحسين اذا المشكلة تساوي فرصة تحسين لأدقنا في العملية اللي حاصل فيها المشكلة طيب لكن العيب بقى واللي مش صح خالص فعلا ان المشكلة نفس المشكلة تتقرر وهو ده اللي احنا مش عاوزينه يقصر عشان كده انا دايما اقول للناس اللي بتشتغل معايا سواء كانوا مرأبين مراجعين مديرين مهندسين دايما انا اقول لهم حاجة دايما انا اقول لهم اغلطوا كل يوم عنديش مشكلة ما انا بغلط ما صاحب الشركة بيغلط او صاحب الشركة بتغلط وكل الناس بتغلط اي بشر بيغلط لكن الغلط اللي يحصل نتعلم منه ونعرف ازاي نحل المشكلة بحيث انها ما تتكررش تاني بالمستقبل زيس الزليلة تشانش او هو ده التحدي الحقيقي يبقى التحدي الحقيقي مش ان احنا نقول ان احنا لازم ما يبقاش عندنا مشاكل لا يمكن فيه بيزنس والبي ران او هيشتغل من غير مشاكل تحدي الحقيقي او الحرافية الحقيقي ليكو في شغلكو هو ان المشكلة بقى اللي تحصل ما تتكررش تاني في المستقبل او على اقل تقدير تحاول تمنع ان المشكلة دي تقلل ان المشكلة دي تحصل تاني في المستقبل عايزاكو كده تتخيلوا ان المشكلة دي هي عبارة عن ورقة في شجرة يعني اتخيل كده قدامك شجرة وفي ورقة شجر انت الورقة دي بتحاول ان انت تنزعها من الشجر يبقى انت هتقطف الورقة دي وترميها اللي هي المشكلة وانت هتتخيل ان من انت لما قطفت الورقة دي او انت حليت المشكلة دي ان المشكلة دي خاصة مش هتتكرر تاني فهيحصل إيه؟ اللي هيحصل أن الجزور بتاعت الشجرة أو الروتس بتاعت الشجرة ستيل موجودة هي موجودة في الأرض لسه بتتغذى وبتغذى الشجرة فالورقة الشجرة اللي حضرتك قطعتها أو حضرتك قطعتها هتطلع تاني اللي هي المشكلة اللي بتتكرر تاني إذن أنت علشان تحل المشكلة من أساسها وتمنع أن المشكلة دي تتكرر معاك تاني في المستقبل لازم توصل للروتس للجزور بتاعت الشجرة وتعرف إزاي توصل لها وبعد ما توصل لها تستقصلها من المنبع فلما أستقصلها من المنبع لا يمكن الورقة الشجر دي هتطلع تاني إذن لا يمكن المشكلة تتكرر تاني وهو ده اللي إحنا هنحاول نعمله إن إحنا هنعمل حاجة اسمها روت كوز أناليسيس أو تحليل السبب الجزر إزاي لما يحصل عندك مشكلة تعرف تحللها صح عشان توصل لأسباب الجزرية صح وتحلها مشكلة أن أنتو أو أغلب الناس بتشتغل على الأسباب مش الأسباب الجزرية فبيتهيأ لها مشكلة بتخلص وقتيا فبيتهيأ لها أن مشكلة خاصة حالة لكن مشكلة تتكرر تاني في المستقبل لأن حضراتكم ما وصلتوش للسبب الجزر وهو ده اللي إحنا هنعمله معاكم هنحاول نوصلكم لإن أنتو تعرفوا إزاي توصلوا الأسباب الجزرية دي طيب لو في مصنع خدينا أديك برضو مثال لو في مصنع المصنع ده بينتج منتج ملموس أي منتج والمنتج ده فيه عيوب والعيوب دي بتتكرر على طول وهو مش عارف يمنع تكرارها أو على الأقل يقلل نسبة تكرارياتها هتكون إيه النتيجة؟ هتكون النتيجة أن المصنع ده باي ديفولت أو باي ناتشر أو بالإنيرشيا كده هو مكررش بس هو ماخدش قرار يعني عن قصد بس هو هيبقى عايش في إيه؟ هيبقى عايش في حاجة اسمها الإنسبكشن أند سورتينج أو الفحص والفرز خلاص هو عايش على الفحص والفرز يعني إحنا هننتج وهنفحص وهنفرز والمعيب هنجنبه والسليم هنبعته للعميل في الواقع دي مش أحسن حاجة لإن دي تكلفة كبيرة جدا على الشرك يبقى المفروض أن كل الناس تتعلم إزاي توصل للأسباب الجزرية لمشاكلها ولعيوبها والأخطاقها علشان تمنع كل العيوب دي أو كل الأخطاق دي إنها تتكرر تاني في المستقبل إحنا بقى في سلسلة الحلقات الخاصة بالproblem solving أو بحل المشكلات هنتكلم على المنهجية العامة لحل أي مشكلة يعني إيه منهجية عامة؟ منهجية عامة بخطوات عامة وسابتة وموحدة هو المنهجية دي بصراحة موجودة من سنين السنين واللي اختلف المسميات بتاعتها يعني إنت أي طريقة إنت هتسمع عنها لحل أي مشكلة هي مكتبسة من المنهجية العامة اللي إحنا هنتكلم عنها والخطوات الموحدة اللي أنا بقول لكم عليها دي يعني مثلاً في الآخر المسميات بتختلف لكن لنفس الخطوات لنفس المعنى يعني هيبقى اسمعها ساعات بي دي سي اي او ديمينج سايكل هيبقى اسمها رود كوز اناليسيس تحليل السبب الجزري هيبقى اسمها سيكس سيجما هيبقى اسمها الجابانيز ميسي دولوجي فور آآ آآ سولفنج بروبلمز أو الطريقة اليابانية في حل المشاكل كلها مسميات لنفس المنهجية او نفس الخطوات اللي احنا هنشرح الخطوات دي هنبدأ من اول يعني ايه مشكلة بغاية لما نوصلك ان انت ازاي توصل للاسباب الجزرية لمشكلة ازاي تحل المشكلة وتختار الحلول اللي فعلاً هتحل اسباب الجزرية اللي انت طلعتها من الاناليسيس او من التحليل بتاعك ازاي تنفزها ازاي تعمل تحكم عليها بحيث ان انت تضمن انها تفضل شغالة طول الوقت بغاية لما في الآخر تضمن ان المشكلة دي مش هتتقرر تاني في المستقبل او هتقلل قوي نسبة تكراريتها في المستقبل يعني احنا هنعدك او هنأكويب يو هنديك شنطة عدة اللي هي الادوات اللي انت هتستعملها شنطة الادوات او شنطة العدة دي بالظبط عايزاك تتخيلها زي شنطة العدة اللي بتبقى مع السيد المحترم بتاع الصيانة اللي بيروح يصلى حاجة في المكنة ما بياخدش حاجة معينة بيبقى معها عدته كلها او بيروح يكشف الاول وبعدين بيرجع يجيب العدة المناسب ليه لا ان هو مش عارف ايه المشكلة اللي هو داخل عليها دي مشكلة برضو اللي انت هيبقى مطلوب منك تحلها نفس الحكاية السباك اللي جايلك بيجيلك بشنطة عدة الميكانيك اللي بيصلح العربية بشنطة عدة وهكذا شنطة عدة دي هي الادوات اللي احنا هنشرحها فانت لازم تكون فاهم كل الادوات تكون فاهم كل واحدة منهم بتستفيد منها ايه وبتعملك ايه وتوظفها ازاي وفي اني وقت وفي اني جزئي ليه علشان في الاخر اي نوع من انواع المشاكل تعرف توظف فيه في شنطة العدة دي او شنطة الادوات دي توظف فيه ايه الادوات اللي هتحل المشكلة وتمنع تقرارها بالفعل فتساعدك في ان انت تأدفانس او تتفوق او تبقى اكتر حرفية في التعامل مع المشاكل فلازم تبقى فاهم كل انواع الادوات وده اللي هنعمله برضك ازن الله طبعا انا عايز اقول ان الادوات دي بتمس جزئيتي مهمين اللي هي جزئية المنطق او اللوجيك وجزئية الحدث الداخلي يعني احساسك الداخلي تجاه المشكلة سببها ايه وتتحل ازاي والمنطق والديتا والارقام بتقول ايه برضو في اتجاه سبب المشكلة ايه وحلها ازاي يعني هنشتغل على نصفي المخ اللي انت عارفت عن فيه نصفين للمخ فيه جزئين في الدماغ جزء بيشتغل على العواطف والاحسيس والانتوشن والحدث الشخصي وجزء بيشتغل على المنطق والارقام والديتا احنا المفروض الادوات دي اللي هندهلك تغطي الجزئيتين عشان تبقى عندك الجزئيتين جزئية المنطق وجزئية الحدث الشخصي مما يوهلك في الاخر لنقطتين مهمين جدا او دعامتين لغنى عنهم في حل المشكلة اللي هما الكريتيفتي او الانوفيشن او الابداع بتاعت انت مبدع لاي درجة والجزئية التانية او الدعامة التانية اللي هي قدرتك على اتخاذ القرار او قدرتك على اتخاذ القرار طبعا الجزئية الابداع او الكريتيفتي او الانوفيشن دي بتديك القدرة على أن تستطيع تطلع حلول تستطيع حلول للمشاكل على قد تستطيع أسباب متوقع يبقى تطلع أسباب محتملة للمشكلة وقدرتك على أن تطلع حلول محتملة أجنست للاسباب que compañs تبقى قدرتك على الإبداع معناها أن أنت تتجنريت قدرتك على توليد خيارات الخيارات دي قد تكون أسباب لمشكلة أو قد تكون حلول لأسباب المشكلة طيب قدرتك على تخاذ القرار اللي هي الدعامة التانية إحنا قلنا أن دي معناها إيه؟ معناها أن حضرتك يبقى عندك القدرة على اختيار الحل الأمثل أو قدرة على اختيار السبب الأمثل للمشكلة السبب الجزري الأمثل يبقى آخر حاجة بنأكد عليها أن الأدوات اللي هي بتمس المنطق وتمس الحدث الشخصي يعني بتشتغل على الإبداع وبتشتغل في نفس الوقت على قدرتك على تخاذ القرار دول دعامتين أساسيتين لغنا عنهم وهنتكلم عن الاتنين باستفادة وهنتكلم عن الأدوات اللي بتمس كل جزء باستفادة عشان في الآخر يبقى عندك القدرة على الإبداع في طرح العديد من الخيارات للأسباب بتاعت المشكلة ثم طرح العديد من الخيارات للحلول اللي هي هتمس الأسباب دي أو تقضي على هذه الأسباب وفي نفس الوقت يبقى عندك القدرة على اتخاذ القرار بعد ما تعمل كلامك يعني تختار أحسن الأسباب قدرتك على الإختيار سواء لأحسن الأسباب أو لأقرب الأسباب إلى الواقع وقدرتك بعد كده على اختيار أفضل الحلول اللي هي هتأتاك أو هتحل المشكلة أو الأسباب المشكلة اللي أنت طلعتها في التحليل أو في الأناليسيس بتاعي أي سؤال لكم يا ريت اكتبوا لي في التعليقات وهارد عليكم فورا لو أنتوا familiar أو أنتوا عارفين أو بتسمعوا عن بعض الأدوات بس مش فاهمين قوي بتستخدم إزاي أو توظفها إزاي اكتبها لي برضو في التعليقات عشان أديها priority أو أولوية في ترتيب الحلقات اللي جاية في الحلقة الجاية أو في الفيديو الجاية هنتكلم عن أو هنبدأ بالكلام على يعني مشكلة زي ما قلنا احنا هنبدأ من الأول خاص من السفر يعني إيه مشكلة فلو حضراتكم من منظوركم فاهمين يعني إيه مشكلة أو إمتى تقول إن الموقف ده هيمثل مشكلة ياريت برضو تكتب لنا وجهة نظرك وتكتب لنا وجهة نظرك في التعليقات من وجهة نظر يعني إيه مشكلة شكراً لكم وأشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي إن شاء الله شكراً لكم